تجدد الكوادر طبية التأكيد على أهمية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا باعتباره أهم الأسباب التي توفر الحماية للفرد كون المناعة المجتمعية المكتسبة تسهم في تقليل نسب انتقال العدوى وبالتالي القضاء على كوفيد-19 فعلية للتطايمات المتوفرة في مملكة البحرين أكلت عليها الكوادر الصحية المسؤولة وجميع أنواع التطايمات التي أجزتها المملكة المتمثلة في تطايم سينافورم وفايزر بيوناتيك وكوفشلد أسترازينيكا وسبوتنيك تعتبر من أهم الأسباب التي توفر الحماية من الدخول في مرحلة المضاعفات بنسبة كبيرة حيث أن عملية التحصين في غاية الأهمية كون المناعة المجتمعية المكتسبة تسهم في تقليل نسب انتقال العدوى وبالتالي القضاء على الفيروس بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية بأن يكون فيه تغطية ما تقل عن 60% تقريبا من المجتمع بالتطعيم في مملكة البحرين نحن عندنا فئة مستهدفة والتي أكبر من 18 سنة حسب معطية التطعيمات في الدراسة السابقة ونحن نسميهم العبارة الكبار من بعد 18 سنة بإذن الله هدفنا نغطي هذه الفئة بالكامل ولكن لو أشاننا إلى الدراسات فلو استهدفنا في القريب نحن ودنا أن نوصل إلى 60% تقريبا من هذا العدد المستهدف نغطيه بإذن الله وإذا وجدت الأعراض تكون مجرد زكام أو مجرد كان ارتهوا في درجة الحرارة فأعراضهم كانت أقل بكثير منهم في بعض المتطعيمين كذلك كانوا أصيبوا بالسلالة الجديدة أو المتحورة وبعد بفضل من الله سبحانه وتعالى لم يحتاجوا أن يدخلون إلى عناية مركزة أو تكون حالاتهم شديدة ولا عندنا نسبة وفيات من المتطعمين اللي أكملوا التطعيمات الكاملة مملكة البحرين وفرت التطعيمات بشكل مجاني للمواطنين والمقيمين وأجازت كذلك عدة أنواع من التطعيمات بلغ عددها خمس تطعيمات إلى حد الآن حيث تأتي إجازة التطعيمات بناء على دراسات مستفيدة ومتعمقة كما أن الفعالية الكبيرة للتطعيمات تسهم في تخفيف الأعراض عند الإصابة بالفيروس كما أن التطعيم يقلل من نسبة نقل الفيروس للآخرين مقارنة بغير الحاصرين على التطعيم أهمية كبيرة لدعم الجهود الوطنية في مواجهة الجائحة من خلال الالتزام بالوعي المجتمعي وزيادة الحيطة والحذر وضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والقرارات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصديد فيروس كورونا حفاظا على سلامة الجميع إضافة إلى التعاون المجتمعي من خلال المشاركة في الحملة الوطنية للتطعيم لإبطاء انتشار الفيروس والتخلص من هذا الوباء